بسم الله الرحمن الرحيم فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين باب الآنية ما سبب ذكر الآنية في كتاب الطهارة الماء جوهر سيال لا يمكن حفظه إلا بإناء ولذلك ذكروا باب الآنية بعد باب المياه ومعلوم أن من الأنسب إذا كان للشيء مناسبتان أن يذكر في المناسبة الأولى ويحال عليه في الثانية لأنه إذا أخر إلى الثانية فاتت فائدته في الأولى لكن إذا قدم في الأولى لم تفت فائدته في الثانية وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما إلا اليسير من الفضة للحاجة قال عاصم رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك وكان قد انصدع فسلسله بفضة شروط جواز استعمال الفضة في الآنية أولاً أن تكون ضبة وهي السلسلة تجعل في الشق ثانياً أن تكون يسيرة ثالثاً أن تكون من فضة رابعاً أن تكون لحاجة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق عليه حكم آنية الكفار أولاً ما علمنا طهارته منها فهو طاهر يجوز استعماله ثانياً ما علمنا نجاسته منها فهو نجس يجب غسله قبل استعماله ثالثاً ما شككنا فيه نبني فيه على الأصل وهو الطهارة حكم ثياب الكفار الملبوسة الأصل فيها الإباحة لكن على التفصيل أولاً من عرف بعدم التوقي من النجاسات كالنصارى فالأولى التنزه عن ملابسه ثانياً ومن لم يعرف عنه ذلك فملابسه مباحة لنا حكم الجلد المدبوغ يحصل الدباغ بتنظيف الأذى والقذر الذي يكون في الجلد ويكون ذلك بأي مادة من ملح ونحوه كل حيوان مات مما يؤكل فإن جلده يطهر بالدباغ فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر